بسم الله الرحمن الرحيم دار الإفتاء بتدعو الناس يوم الجمعة المقبلة أن هم يجتمعوا ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الجمعة لمدة خمس دقائق يا جماعة الأمور دي أمور مبتدعة مخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اجتمع هو وأصحابه على ذكر معين لم يثبت من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة اجتمعوا على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعملوا حلقة كبيرة والناس كلها تقعد تصلى على النبي في صوت واحد وجهر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة مستحبة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وصى بيها وحب بالأمر دوت أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ليها ميزة خاصة ولكن كل واحد مع نفسه فرادة إنما أن الناس تكتمع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ده أمر مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ديت عبادة تقربك إلى الله تعالى والأصل في العبادات التوقيف يعني التوقيف يعني الأصل في العبادات إن إحنا ما نخترعش حاجة في العبادة إلا لما نرجع للنبي على ساته السلام أنت عملت يا رسول الله ولا ما عملتش هي دي العبادات لذلك أهل العلم في الأصول بيقولوا إن القياس لا يسري في العبادات يعني لا يعمل بالقياس في العبادات تمام؟ إنما يعمل بالقياس في المعاملات إنما تيجي لغاية العبادة ما فيش حاجة اسمها تعمل قياس على العبادة عشان تخترع عبادة لا ما فيش الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبقى هنا ده أصل أنك أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه من العبادات فلما أنت تيجي بقى تخترع لها صفة معينة أنت كده مبتدع فدار الإفتاء بتدعو الناس للإبتداء وزارة الأوقاف بتدعو الناس للإبتداء ما فيش حاجة اسمها النبي منهاش عن صفة معينة للذكر أو وقت معين للذكر لا يا أستاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فأنت بتحدث عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصفة معينة في يوم معين في ساعة معينة أولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتبتدئ من غروب شمس يوم الخميس إلى وتنتهي عنده غروب شمس يوم الجمعة فمن هنا الصلاة بتبتدئ على النبي على الصلاة وده فضلها ليلة الجمعة ويوم الجمعة بعد كده بقى ما فيش كلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حددش ساعة معينة للصلاة عليه وما قالش إن المسلمين يكتمعوا في وقت معين ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو ده النهي يا جماعة خد بالك من الابتداع الدار الإفتاء بتدعونا للابتداع ووزارة الأوقاف بتدعونا للابتداع ما يروحوا يصلحوا البوزان والفساد الموجود ما يروحوا يعدلوا ويعلموا الناس أحكام الصلاة أحكام الطلاق أحكام النفاس أحكام الحيض الأحكام دي نما تيجي تقول لي ناس تكتمع على صر ايه الدرواشة دي ايه 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 الدين الجديد اللي أنتو بتقولوه ده ايه اللي ابتداع دا أنتو بتنكوشوا بتنكوشوا في المبتدعات والبدع القديمة أنتو بتحيوها من جديد الله لا يمكنكم الله لا يمكنكم ويجعل كيدكم في نحركم الناس بتبتدع عن البدع وما صدقنا أن البدع دي قميتت من زمان يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى عليها ده الذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس الذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس منه عنه وده من الابتداء في الدين لأنه بقولك عندنا ضابط النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه أو قعدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أنت بتحدث عبادة وتقرب إلى الله في ساعة معينة وبصفة معينة ما أنزل الله بها من السلطان أنت كده مبتدع الله لا يمكنكم لجنة الفاتوى دي ولا يمكن بتوع الأوقاف ويهدي الناس ويرزقنا اتباع السنة السلام عليكم